لا يزال سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية يشكل اختباراً حقيقياً لقوة القانون وسلطة الدولة إذ يعد خبراء في الشأن الاقتصادي وصول الفرق بين سعر الصرف الرسمي وأسعار السوق إلى أكثر من 20 ألف دينار لكل 100 دولار هو بمثابة تحدي واضح للقرارات الحكومية خبراء في الشأن الاقتصادي أكدوا أن المصارف التابعة للجهات السياسية هي التي تقف وراء أزمة الدولار مضحين أن هناك مصارف عديدة في العراق تابعة للجهات وشخصيات سياسية متنفدة وهي المتسببة بالأزمة الحالية ويكمن العمل غير القانونية التي تعمل بموجبه تلك الشركات على الحوالات السوداء وبعض التحركات المصرفية غير القانونية وإن الحمايات السياسية لبعض تلك المصارف سبب بعدم محاسبتها من قبل الجهات المختصة وإن العقوبات الأمريكية تفرض عليها لمنع سوء استخدام الدولار استمرار عمل تلك المصارف خارج المعايير الدولية يعني فرض عقوبات أمريكية جديدة على مصارف جديدة وربما هذه المرة تصل إلى البنك المركزي العراقي خلال المرحلة المقبلة إذا لم يتخذ إجراءات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة ممثلوا شركات الصرفة الجنوبية ضياء الطائي قال إن قرارات البنك المركزي جاءت مفاجئة ومخالفة وتمثل إنها قصر للصيرفات في أتسي عبر إجبارها على الاندماج ما يحرمها من حقها في دخول نافذة بيع العملة اشتركوا في القناة